خلوا حضركم أن فريق هيتخطى أو تخطى لتسعين نقطة في الدوري الإنجليزي ومحققش بطولة أول مرة في تاريخ البطولات العالمية كلها أن فريقين يوصلوا للتسعين نقطة مع بعض كنا بنشوف أن فريق واحد هو البطل ممكن يحقق أكتر من تسعين نقطة شوفنا منشيس سيتي الموسم الماضي حقق مية نقطة لكن الموسم ده ليوربول متخطل تسعين نقطة السيتي متخطل تسعين نقطة وبالتالي واحد منهم بس هو اللي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز طيب إحنا مع حضراتكم لحد ما المباراة تنتهي مباراة ليوربول ومشلونا وقبل ما نروح للضيف العزيز والنقد الرياضي الكبير ودائما بشرفنا بينوانا الأستاذ عصام شلطوت هنتكلم معه في ملفات مهمة جدا هنتكلم معه في أضايا مهمة جدا لكن والموتش شغال وأنا بتكلم مع حضراتكم آيكس وتوتنهام المباراة بكرة هتكون إن شاء الله ستسعى بتوقيتها القاهرة المباراة الأولى انتهت بفوز نادي آيكس واحد صفة على ملع توتنهام اللي هو الوايت هاتلين وبالتالي هتقولولي إيه توقعك ما عنديش توقعات بعد اللي أنا شفتها دلوقتي وبعد اللي شفتها قبل كده ما فيش حاجة أبدا هنتوقعها هنستنى لحد ما المباراة الأولى والتانية تنتهي ونشوف من الفريق اللي هيصعد ومن الفريق اللي هيخرج من بطول الدوري على الأبطال زي ما قلت لحضراتكم المباراة هتكون صعبة على الفريقين مش معنى إن طبعا آيكس فاز في المباراة الأولى إن المباراة تبقى سهلة مباراة تكون صعبة جدا ومعقدة جدا توتنهام هو فريق يجيد اللعب خارجه داخل الملعب فريق صعب جدا ند قوي جدا ند عنيد وأيضا عنده المدير الفني الكف اللي يقدر يقود القيادة الفنية لفريق توتنهام فريق توتنهام الفريق الوحيد في العالم اللي لم يتعاقد مع لعيبة في الوينتر بريك أو في الصامر بريك فترتين التعاقدات سواء الصيفية أو الشتوية وبالتالي هو مكمل بالعيبة اللي موجودة كان بيطور الإساد علشان خطر يعود إليه عوائد مادية كبيرة جدا لكن زي ما أقول لحضراتكم كمان بإصابة صون أو غياب صون بسبب حصوله على انظارين وأيضا غياب هاريكين بسبب الإصابة أنه حصل بعض الغيابات لكن في ظل الغيابات توتنهام بيخسر واحد صفر بس أنا شايف أن توتنهام بمقداره أنه يقدر يعمل كده لكن فريق آيكس أعتقد أنه بعد المسيرة المسيرة القوية بعدما أقصى نادي ريال مدريد بعدما أقصى نادي يوفنتس أقصى أقوى ناديين وأقوى فريقين مرشحين الفوز بلقب دولي الأبطال ما أعتقدش أنه يفرط أبدا في الفوز ده اللي ممكن أتوقعه لكن أنا ما أتوقعش لكن أنا ما أتوقعش طبعا الحاجة غير كده غير أن أنا يعني الأفضل والأحسن هو اللي هيكون طيب خلاص أربعة صفر المباراة بتنتهي بمبارك لفريق ليفر بول فوزو على نادي برشلونة أكيد طبعا ملعب مقلوب والجمهور مقلوب يعني يعني خلاص بقى مش مشكلة قدر الله ما شاء فعل أكيد مش شك على نادي برشلونة لكن أنا أكيد أي حاجة فيها محمد صلاح أنا بموجود معاه فيها يعني مش مشكلة محمد صلاح حبيبي ومننا وعلينا يعني أي حاجة موجود فيها معادة نادي الأهل معادة نادي الأهل الحاجة الوحيدة اللي أنا أشجعه ده معامد صلاح منبارك لنادي ليفر بول إنجاز كبير جدا 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 يعني أنا شايف أنه يعني بصراحة لعبة ليفر بول بتصالح محمد صلاح بتصالح جمهورها اللي مش هيبقى عنده حظ أو لو ما بقاش عنده حظ في بطولة دوريا الإنجليزة هيبقى عنده حظ في نهاية دوريا الأبطال الموسم التاني على التوالي ليفر بول بينجح إنه هو يفوز أو يصعد لي بطولة دوري الأبطال يلا علشان بقى يعني نروح لفاصل وزي ما قلت لحضراتكم هنرجع نستقبل بعدها الضيف العزيز والناقد الكبير الأستاذ عصام شلطوت عشان نتكلم معاه فيه أضايا كثيرة جدا أو خليكم يعني هارضا مع حضراتكم وخليكم معنا بعد الفاصل نستقبل الأستاذ عصام شلطوت موسيقى